ويسأل آخر عن ما حكم الأذان في أذن المولود هذا الحديث منكر لا يصح وإن صححه الإمام الترمذي قاحت قال فيه حسن صحيح لأن هذا الحديث تفرد به راوي اسم عاصم ابن عبيد الله وهو منكر والحديث ولم يتابعه أحد على هذا الحديث فالأذان في أذن المولود لا يصح والإقامة في أذن المولود حديثها كذب من أقام في الأذن اليمنى ومن أذن في الأذن اليمنى وأقام في الأذن اليسرى لم تضره أم الصبيان كما قلت هذا حديث مكذوب لا يصح